استحداث رتبة مساعد رئيسي في الجيش قررت السلطات العلية في البلاد استحداث رتبة جديدة في الجيش تخص منتسب المؤسسة العسكرية في سلم ضباط الصف حيث تقرر استحداث رتبة مساعد رئيسي لتكون آخر وأعلى رتبة في سلم بعد كل من رتب رقيب أول مساعد ومساعد أول ليضاف إليها كما قلنا مساعد رئيسي وحزب أمر وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وصدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية فإن الرتبة الجديدة المستحدثة في الجيش تم تحديد مدة الخدمة فيها بخمس وثلاثين سنة على أن لا يتجاوز سن من يحملها اثنان وخمسون وتضمن الأمر الجديد مادة كذلك تمنع على العسكريين المستفيدين من تكوين على حساب وزارة الدفاع أن يغادر صفوف الجيش بناء على طلبهم إلا بعد تأدية مدة الخدمات الفعلية في إطار تنفيذ ما يسمى بفترة مردودية ويمكن للعسكري المستفيد من تكوين على حساب وزارة الدفاع أن يحصل على قبول لطلب مغادرة صفوف الجيش قبل تأدية فترة مردودية بشرط قيامه بتزديد كل المصاريف التي تم إنفاقه على عملية تكوينه فيما ذلك الرواتب التي تغاضاها خلال نفس الفترة كما تضمن الأمر الجديد التزاما من الدولة ممثلا عبر المؤسسة العسكرية في مساعدة كل عسكري وتغضية تعويضات المدنية الصادرة على جهات القضائية المدنية في حالة ارتكب أفعالا خلال تأدية الخدمة لا تكتسي طابع الخطأ الشخصي